موسيقى خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي رئيس سيسي يوجه بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين زانسكي يعتبر أن أي بديل من ترشح أوكرانيا العضوية للاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة تسوية مع روسيا وفي ختام قمة مشتركة واشنطن وصول تعتزمان توسيع المنورات العسكرية لمواجهة تهديد بيونج يونج التساعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جيرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى من صحراء جرداء إلى أرض خضراء وعلى مرمى البصر تحول الحلم إلى حقيقة وخطط مصر أولى خطواتها على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة خطوة تكللت باتتاح رئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024 جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة حيث أضاف الرئيس السيسي أنه يجب لانتهاءه من مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا إحنا كلبنا أننا لا نستطيع أن نستنى لغاية 24 طب ده أحبقى ما يحتاج مننا وإحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شوية عشان الظروف اللي أنتوا شايفينها مش كده ولا إيه صح فأنت فيعني أرجو أنك إيه يعني أنا أنت عارف حاجتك اللي بتعملها وأنا متأكد من كده لكن أنا هيهمين أن إحنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده وإحنا بني وشايفين تطوراته والأهدف بتاعته إيه لأن أنا حتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير وبالتالي أدينا فرصة من إحنا نبقى متطمينين أنا مقدرش أكون مطمئن لو تجوز 26 بها في الرقم اللي أنت حطه هنا في مستقبل مصر غير اللي في توشكا وبني سوف والمينيا واللهون أكد رئيس السيسي أن التكلفة التي يتم إنفاقها في المشروعات التنموية تفوق بكثير ما يتوقعه الكثيرون وأوضح الرئيس السيسي أن كل إجراء لم تنفذوا الدولة خلال خمسين عاماً سابقة تدفع ثمنه الآن موضحاً أن هناك حراكاً كبيراً داخل الدولة التكليف اللي بتتعامل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعامل في الدلتة أكيد وإنتوا جايين شفتم أن إحنا دخلنا في عمق السحراء رغم أن الشريط الموازي للنيل بتزرع بطريقة تانية خالص بتزرع من حضار طبيعي للمية وده رابع أو خمس مرة أغرى يعني من حضار طبيعي يعني مش محتاجين حاجة المية ماشية من العالي للمنخفض وبالتالي ما فيش مشكلة فيها ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت تلقونا أن إحنا بنينا عليه وسبنا الصحر وسبنا الظاهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على أجناب النيل لكأننا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا ونسيب الأرض الزراعية الغالية دي اللي تكلفتها علينا مش كتير كل إجراء إحنا ما عملناهوش بندفع تمنوا دلوقتي كل إجراء الدولة ما خدتش بالها منه وما عملتوش أنا مش بتكلم في سنة وعشر وعشرين أنا بتكلم في أربعين وخمسين سنة وعشان كده بقول لينا كلنا لحتى إحنا دلوقتي فيه قاش بيتم في البلد وفيه حوار بيه يعني فيه حراك كبير جدا جدا وإحنا سعداء به كما وجه الرئيس السيسي بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أضاف الرئيس السيسي أن المشروعات التي نفذتها الدولة ساعدت في تحقيق الإنجازات الحالية وأنا جاي دلوقتي شفت أن فيه أراضي في النطاق الأرض دية مش بتاعتك مش 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 تابع مستقبل مصر لكن تابع وزارة الزراعة والبحيرة إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى وليت الأرض دي أرض يعني مش واضح أنه بيتعامل فيها شغل طب يا جماعة أنتوا خصصوا الأراضي لمطورين أو لمستثمرين والأراضي دي ما تزرعتش طب من راجع مع الناس اللي موجودة هناك تطلع اللجنة من وزارة الزراعة والري والمحافظة وأي حد تاني طب لو في مشكلة عند الناس دي من ساعد في حلها ما هذه أرض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات لو بنا ما احنا وفرنا لهم الأرض طب لو عندهم مشكلة يا دكتور مصطفى طب ما نشوف ايه المشكلة اللي عندهم مساعد ما هذه أرض متاحة وممكن تخش معنا أنا شوفت كمية كبيرة على الحقيقة من الأراضي ما لقيتش عليها أثار عمل يعني فلو في مشكلة عندهم نحل نساعد معهم نشجعهم بتاعه عشان تتزرع الأراضي دي شدد رئيس سيسي على أن الدولة بذلت جهودا حتيثة لمواجهة التعديات ووقف تآكل الأراضي الزراعية وخلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أشار رئيس سيسي إلى أن حجم النمو الذي تحققه الدولة لا يتناسب مع حجم النمو السكاني موضحا أن النمو السكاني يفرض علينا زيادة معدلات الإنتاج موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا فكان لابد أن دولة تخش عشان تنتع تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتاخدت واللي يبقى حنبص لقياه بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السن اللي فاتت بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير والأراضي دي حتى جودة إنتاجها انت بتبجي تبني بيت وبعدين المنطقة المحيطة بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتتزرعش لما تيجي تبني بقى في 100 فدان 200-300-400 بيت تقريباً خلصت على الأرض لكن هنا حتى هنا في اطلعوا بالطائرة كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد وحتى لما هنجي نختار نعم المنشآت للناس هنختارها على أراضي غير الصلحة بالمطلق للزراع أرض صخري وقلت قبل كده من يمكن عشرة يوم ولا حاجة في كلام قلت يا جماعة لو كان عدد سكاننا 40-50 مليون كان إنتاجنا من الزراعة كان حيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجة من بره ما أمكن لكن لا حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد نحن نشتغل عليه ولمزيد من المتابع ينضم لنا هاتفيانا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ضيفي الكريم بعد التحية منذ أن أعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل سنوات والدولة تولي أهمية بالغة لهذا المشروع كيف ترى ذلك التوجه وتلك الرؤية بعد أن تابعنا اليوم الطفرة التي تحققت هناك على أرض الواقع يعني لا أود أن أشكر حضرتك والحقيقة هناك اهتمام بالغ أولادة الدولة المصرية لقطاع الزراعة مثلهم مثل باقي القطاعات الأخرى ولكن القطاع الزراعة كان بيحظى باهتمام خاص الحياة إنه له أثر اقتصادي وأثر مجتمعي وأثر بيئي إضافة إلى أثره على الأمن القوم المصري على أمن الغزاء لهم تلعيش للمواطن المصري وبالتالي كان فيه اهتمام كبير جدا بتطوير هذا القطاع وإحداث طفرة نوعية فيه وده حصل بالفعل شفنا كم كبير من المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية زي مشروع لي في المصر الجديد مشروع التوشكة الجنوب الوادي مشروعات سيناء مشروعات تطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المية لكل الأراضي المصرية وأيضا مشروع الدلتة الجديدة اللي بيعتبر الحقيقة مثال نموذكي للمشروعات التنموية الحقية لأن هذا المشروع هي قطعة أرض كانت موجودة من مئات ثنين ولكن ما كانش حد بيقدر يروح لأن ما كانش فيه شبكة طرق توصلنا ليها فالدولة المصرية أنطقت مليارات لإعداد شبكة الطرق أيضا بنتكلم على بنية تحتية كهرباء الماء الدولة المصرية أنطقت مئات المليارات علشان نقدر نعمل شبكات من المية نقدر نعمل محطات تحليل مية ومحطات معالجة مية ومحطات رفع المية محطات كهرباء كل البنية التحتية تم توفرها وبالتالي أصبح كل مقاومات النجاح متوفرة في هذا الموقع اللي أصبح موقع عبكري بيربط العاصمة اللي هي الأسواق الرئيسية بالموائن الرئيسية في المناطق الشمالية بمطار سفينكس بمحور رئيسي بيربط كل الدولة المصرية وبيبقى بيساهم في حركة النقل بشكل كبير وكمان ملصفة للدلتة القديمة 2.2 مليون فدان صحيح ستكون طفر حقية تضاف لرقعة الزراعية والرقعة المنتجة في مصر المهاردة نحن نرى حصات 3.50 ألف فدان منهم ويمكن هذه المشروعات سهمت بشكل كبير جدا للدولة المصرية تقدر تكون طفر حقية في مجال الأمحة بتحديدا نحن زرعين السنة دي أكتر من 3.6 مليون فدان من الأمحة تقريبا دخلين في 3.7 مليون وهذا الانتاج يتوقع أنه يجب لنا أكتر من 10 مليون فدان بإذن الله حصاد هذا العام وده يحقق يعني جزء كبير من الاتفاة الذاتي وكمان مشروعات التوامع والمشروعات الخاصة بعملية حفظ والتخزين كل دي بتاهم بشكل كبير جدا في تلبية احتياجات المواطن المصر اللي هو أهم أولوات الدولة ونصفة حاليا دكتور محمد الرئيس السيسي أكد أيضا أن التكلفة التي تخصص لمثل تلك المشروعات هي تكلفة أكبر بكثير من مثلياتها بمشروعات منطقة الدلتة الحالية يعني ما السبب وراء ذلك؟ طبعا احنا بنقول أن عشان نقدر نزرع أنطقة زي هذه المنطقة احنا محتاجين نوفر طرق محتاجين نوفر الكهرباء محتاجين نوفر المية محتاجين نضخ استثمرات علشان الأرض نفسها تكون قادرة أنها تستغلح ونجهزها ونعملها تسوية ونندها بالمخصبات وعلشان تقدر توصل وكون منتجة عكس الأراضي اللي في الدلتة القديمة أراضي الدلتة القديمة سبعة تلاف سنة بتزرع الأرض فيها كل الخير الطمي اللي كان موجود مع النيل الحياة كل ده تساهم بشكل كبير جدا أن تكون هذه المنطقة الدلتة القديمة تكون خصبة الحياة مقارنة بالأراضي الجديدة ولكن الرغم ده الدولة المصرية لم تبخل على استثمار للأراضي الجديدة وستطلحها لأن الحياة بتمثل أمن قومي مصري بتمثل أمن غزاء للمواطن المصري ويمكن لو مكمناش عملنا المشروعات اللي نفذتها الدولة المصرية من 2014 حتى الآن كنا يكون الأثر بتاع الجوائح العالمية والأثمات الدولية اللي بتمر على العالم يكون أكبر بكتير جدا من اللي نحن شايفينه وإحنا قادرين نتجاوز كل هذه الأزمات بفضل ما قامت به الدولة من جهود ومشروعات متتالية لخدمة المواطن المصري دكتور محمد القرشة المتحدث باسم وزارة الزراعة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشار رئيس سيسي الى ان تكلفات مشروعات حياة كريمة قد تصل إلى تريليون جنيهم وضحا ان الدولة تقوم بتطوير الريث في قطاع الكهرباء والمياه والطرق ومشروعات اخرى وأضاف رئيس السيسي أن زراعة الأراضي في الدلتة القديمة تمت على مدار سنين طويلة جدا مؤكدا أن الدولة الآن تنتهي من مشروع ضخم في مدة قدرها من أربع إلى خمس سنوات هو أنا النهاردة في الريف مش بذبط الكهرباء وبذبط المياه وبذبط الطرق وبذبط العناصر أخرى في مشروع حياة كريمة دكتور مصطفى وبنتكلم بنقول إن المشروع ده داخله في 8900 ومع الأسعار اللي حصلت دي يمكن رقم يعني يمتدي منه شوية لتريليون جنيه ولا حاجة ولا كلام ده مش طيب إذا كنت تنفق على العشرة مليون فهدان أنا هم أقل من عشرة مليون فهدان كمان بتنفق على عشان تزبط جودة حياة الناس واللي ما عملتوش خلال الأعمار السنين الطويلة اللي فاتت داخلك في ألف مليون جنيه ألف مليار جنيه ياسف في 3-4 سنين نحن بنتكلم فيه يبقى أنت حتستقطر إن أنا لما أجي أزرع وأعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع الكلام ده كان معمول على مدى خد اتعامل في مصر اتعامل في 4500 سنة عشان تزرع الأراضي دية في الدلتا الأديمة اتعامل الكلام ده في 4500 سنة أنت جايز أعيز تعمله في 4-5 سنين أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي شدد الرئيس السيسي على أهمية تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية أنا قلت الكلام ده من أسبوعين لأننا مسؤولين كدولة دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطرة على أسعارها ما أمكن حتى نهاية هذا العام حتى نهاية هذا العام وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف مع الأسواء لا ينتهي حتى ينتهي الأزمة دي بتدعيات فشوفوا الموضوع دوت ونحن ممكن نتحرك فيه لأعملها دكتور مصطفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعقب افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة قام رئيس السيسي بجولة تفقدية للمشروع استمع خلالها لشرح تفصلي حول مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومراحل تنفيذه عشان نزع الستين ألف فدان دول وحطوهم على خريطة الإنتاجة دكتور مصطفى ما كانش ممكن قدامي خيار غير كده على موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا فكان لابد أن دولة تخش عشان تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتخذت واللي يبقى حنبص لأينا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السن اللي فاته بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاته فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد أن احنا نشتغل عليه الكلام اللي بنعمله ده تكلفه ضخمة جدا لما اخترنا المكان ده بنسوي في المينيا كان من ضمن الكلام اللي فيها أن الدراسات كان بتقول أن المناطق دي أو المحافظتين دول من أكثر المحافظات الأكثر احتياجاً طب أنا يعني الأكثر احتياجاً نعمل لهم إيه؟ أعمل لك فرص عمل تيجي تشتغل هنا ترجع لبيتك أخر اليوم بقرشين تصرف على البيت ولا سيبك أكثر احتياجاً فالهدف مش بس أن أنا ألبي طلب كمان أوفر فرص عمل خاصةً لو قدرت أن أنا أعمل كمان معاها تصنيع الزراعة موسيقى ما أنا افتحدي أن أنا ألبلكم هولب البلدي وأهلي وناسي وطالبهم وهعرف بفضل الله إزاي أعمل دي؟ مش هعرف أنا عرفت وبجري عليكم موسيقى 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 أكد رئيس مجلس النوابة المستشارة دكتور حنفي جبالي على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية على كافة الأصعدة كما أكد رئيس البرلمان خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أكد على هامش أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي بما في ذلك تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من جانبه ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي الدورة المصرية الداعمة للقضايا العربية مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي خاصة على مستوى تبادل الخبرات التشريعية أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى مشيرا إلى أن القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية هم مركز القضية وقلب تطوراتها وخلال كلمته في المؤتمر الثالث وثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي شدد جبالي على وجود مخططات خبيثة من السلطات الإسرائيلية للنيل من الهوية العربية للقدس والعباد بمقدساتها كما أشار جبالي إلى أن دولة المصرية طرف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية مساسا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنسانية لافتا إلى ضرورة قيام البرلمانات العربية بتحركات مكثفة دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعريف برلمانات العالم بالانتهاكات الإسرائيلية وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 117 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 4000 و52 استوانات بوتاجاز وضبط 12 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت 98200 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 8863 قضية تمونية بمضبطات وزنت 2258 طن و16 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبطات بلغت 1634 طن و495 كيلو أقماح كما تم ضبط 16 قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت أكثر من 53 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 1778 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر بمضبطات بلغت أكثر من 131 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 118 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من 90 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 3 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبطات بلغت 20 طن كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر في مجال مواد البناء بمضبطات بلغت 95 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 309 569 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 70 951 مخالفة تجاوز السرع المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4682 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 237 سائقا منهم كما تم المرور على 179 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية عشرة سائقين كما تم فحص 430 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 407 سيارة و54 دراجة نرية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النرية تم ضبط 14020 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال الامن السياحية نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 591 قضية ومخالفة ابرزها حيازة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 93.320 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت اكثر من 87.436.000 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 333 قضية من بينها 206 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و127 قضية في مجال جرائم المضبوعات وفي مجال قضايا الاموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 93 قضية بقيمة مالية بلغت اكثر من 128.320.000 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت اجهزة الوزارة من ضبط 2721 قضية بقيمة مالية بلغت اكثر من 5.744.000 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستهداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13.562.053 جنيه تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأعلى من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 332 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 75 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الحجب والاستيلاء على السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن مواد غذائية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن أما في مجال الحجب والبيع بسعر أعلى لمواد البناء فقد تم ضبط 32 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 419 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و 84 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 402 طن أقماح محلية أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة سوها عدي لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الأزمة وأضافت التنسيقية أن الحملة تعمل على عدة محاور منها المحور الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي بهدف تغيير نمط السلوك الاستهلاكي للمواطن لتقليل الإنفاق وتوفير السيولة المالية للأولويات الأخرى وأوضحت التنسيقية أن حملة سوها عدي بصدد تنظيم عدد من اللقاءات مع الاقتصاديين والخبراء وجلسات استماع إلى رواد الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه القطاعات لنحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة وكشف رئيس الهيئة أن عائدات القناة شهدت ارتفاعا ملحوظا رغم التحديات المختلفة وتشير التوقعات إلى أن إرادات القناة ستقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022 مشاهدين لمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يعني سيادة الفريق بعد التحية الهيئة تبدو الجهودا كبيرة لزيادة عائدات القناة من خلال زيادة أعداد وحمولات السفن ماذا تتوقع من إرادات بنهاية السنة المالية؟ نحن نستطيع أن نتوقع أننا في أخذ السنة المالية فضلها شهر وأسبوع تعريب نحن نتوقع أن نصل لـ 6 مليار 885 تعريبا 7 مليار نحن لغاية دلوقتي في سنة الشهر وأسبوع سنة 6 مليار ومئة مليون دولار في ظل التوسعات والمشاريع العملاقة التي تجرى في قناة السويس يعني إلى أي مدى استطاعت القناة الحفاظ على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الرهنة الحمد لله لنا سياسة تسوقية مرينا اتخذناها في أزمة كورونا 2022 و21 كلها وكننا عملنا فيها تخفضات من 17% لغاية 75% للساحل الشد الأمريكي ودي احنا حققنا بيها نجاحات كبيرة أو في كورونا وكانت فيه إزبال تغلاق كامل للمواني كلها والعالم كله كان أكبر إغلاق في العالم الحمد لله برضو بالسياسة التي حققناها النتائج نحن فيه دلوقتي نحن برضو نفس السياسة المالة لغينا بعض التخفضات لأنه بقى فيه دلوقتي تضخم وفيه زيادة في صراء البترول وفيه زيادة في النولون والشحل وبالتالي احنا عملنا زيادات متبقى مش تخفضات إحنا دايما نرنين أن نزيده من إيه اللي تبقى للسوق ونشوف إيه اللي محتاجه فإحنا عملنا زيادات في يناير من بداية فبراير 6% وفي مارس وفي ماي عملنا تعريبا 10% في الشعر دي ممكن عمل حق قتلنا النجاح اللي احنا موجودين فيه كنا نقول على الأزمة الروسية الأوكرونية احنا كنا متوقعين نحب فيه من أول خلص انه قلت ان فيها سرعة تبقى للأزمة دينا على قناة السويس الظهر سلبية وفيها حتى أصار جميع إيجابية الحمد لله الأصار الإيجابية تفوقت على الأصار السلبية اللي هي الأصار الإيجابية بزيادة تجارة البيترول الخام كله ومنتجاته عبر كنفس اللي جاية من الخليج إلى أوروبا وأمريكا كماديل للبيترول الروسي السلب هو تراجع تجارة منطقة البحر الأسود طبعا العبيرة للقناة عشان تروح شارعها لكن الحمد لله من الجابية تفوقت بكتير جدا عشانا احنا انك حقانة مع النسب اللي احنا زودناها في المشعر المرور حققات معنى النسب اللي احنا بنونا عليها في الوقت ان احنا توقع ان شاء الله باخر السنة المالية تصل لستة مية خمشة وان ثمانين يعني في حدود السبع مليار ان شاء الله نعم وما الجديد فيما يخص مشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما يتمتع بمن أهمية كبيرة نحو زيادة عامل الأمان الملاحي كذلك ايضا زيادة الطاقة الاستعابية للقناة تمام يا فندم احنا طبعا بالمشروع كنصد عليه ستة الرئيس في ماء اللي فات وده انا على طول فور التصديق المشروع بيعمل 40 كيلو جنوبا من 122 ل 162 منهم ازدواج 122 ل 132 اللي هي البحارات المرة الصغرى وده هيسمح بزيادة عدد سفن داخل المجرب بيحس السفن و30 كيلو تانين من 132 ل 162 جنوبا احنا بنعمل توسع الجهة الشارع 40 مت ونعمل تعليق من 66 قدم ل 72 قدم ده هيحسن حركة الملاحة في الجزء الصعب دول بنسبة حوالي 28% يعني تقريبا 30% لان الجزء الاول الطيار والريح بيأثر كبير جدا على دفة المركب وهي جاية من الجنوب علاوة على ان المنحنيات فيه وكرفات فيه حد قوي فكان بتأثر حيشعر الأباطين بتوع الملاكب ان شاء الله السنة الجاية بقى احنا افتتح المشروع دول بإذن الله تشريف ستة الرئيس بإذن الله حشعره مخارج بير جدا عما كان قبل جدا نعم الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية اعلن رئيس البرلمان العربية عادل العسومي تفاصيل منتدى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الفترة من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين من مايو الجاري بالقاهرة واضح العسومي خلال مؤتمر صحفي ان المنتدى يهدف الى بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة تعلمون جميعا حجم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيرها المباشرة على اوضاعنا في الدول العربية والحقيقة ان هذه التحديات الجسام التي يعاني من تدعياتها شعبنا العربي بشكل يومي تفرض على الجميع ان يتحمل مسؤولياته في التصدي لها وانطلاقا من تحملنا مسؤولياتنا القومية تجاه شعبنا العربي العزيز وادراكا مننا بان هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة لن تستطيع دولة عربية بمفردها ان تواجهها مهما كانت قدراتها فقد رأينا بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الادارية ان ناخذ زمان مبادرة بتنظيم هذا الملتغى لعادة الزخم من جديد لغضية التكامل الاقتصادي العربي باعتبارها طوق نجاة رئيسي في التصدي لما نواجهها من تحديات اقتصادية اعرب رئيس اللبناني ميشيل عون عن شكره لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء وطلب عون من الحكومة برياسة ميقاتي تصريف الاعمال الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة وكان ايضا ميقاتي قد وجه كلمة للبنانيين قال فيها ان التحديات التي تواجه لبنان تتطلب ادارة قوية وتعاونا مع كل الاطراف وعدم التأخير في بث الملفات لان الوقت لم يعد متاحا لاي تأخير لان هذا التأخير كلفته عالية على لبنان واللبنانيين الى تطورات الازمة الاوكرانية حيث اعلن الرئيس الاوكراني فولودمير زيلانسكي رفضه لأي بدائل لترشيح اوكرانيا لعضوية بلاده في الاتحاد الاوروبي واعتبر الرئيس الاوكراني خلال مؤتمر صحفي بكياذ مع رئيس الوزراء البرتغالي انتوني كاستا ان مثل هذه البدائل تعد بمثابة تسوية مع روسيا وذلك ردا على مقترح رئيس الفرنسي امانويل ماكرون بمشروع المنظمة السياسية الاوروبية اتهم رئيس بلدية اوديسا الاوكرانية جينادي ترخانوف الرئيس الروسي فولودمير بوتن بتدمير كل شيء في اوكرانيا وفي تصريحات صحفية له اوضحات رخانوف ان الامور وصلت الى نقطة اللاعودة ولم يعد ممكن ان التحدث عن صداقة روسية اوكرانية لافتا الى ان القوات الروسية متواجدة على اراضي اوكرانيا وتقصف مدنها كما انتقد ما قال انه قصف وحصار مفروض على البحر الاسود بما يؤدي الى احتجاز الملايين من اطنان الحبوب بالموانئ الاوكرانية ومن بينها ميناء اوديسا اعلن البيت الابيض توقيع الرئيس الامريكي جو بايدن على مشروع قانون لتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لاوكرانيا واوضح البيت الابيض ان مشروع القانون الجديد يأتي في اطار جهود تعزيز الدعم العسكري لاوكرانيا لمواجهة روسيا اشتركوا في القانون الجديد قالت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس ان بلادها ترغب في ارسال اسلحة حديثة الى مولدوفا لحمايتها من خطر شن هجوم عليها من قبل روسيا واضفت تراس ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على اقامة ما وصفته بروسيا الكبرى مشيرة الى مواصلة المحادثات مع مولدوفا للتأكد من قدرة دفاعاتها على رضع اي هجوم مستقبلي كما لفتت تراس الى ان العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا فشلت في تحقيق ناجاح سريع اعلنت شركة جاز بروم الروسية وقف صادرات الغاز الى فنلندا المجاورة يأتي ذلك بعد مطالبة جاز بروم اكسبورت الدول الاوروبية بالدفع بروبل مقابل امدادات الغاز الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الازمة الاوكرانية الا ان فنلندا اعلنت رفضها المطالبات الروسية اعلن البيت الابيض ان اولى الرحلات الجوية التي ستنقل حليب الاطفال من اوروبا الى امريكا ستصل نهاية الاسبوع الجاري تشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الاطفال في ازمة تثير قلق ملايين الاباء والامهات في سائر انحاء البلاد وجاء هذا النقص بسبب مشاكل في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كورونا الا ان الازمة تفاقمت خلال الشهرين الماضيين عقب اغلاق مصنع تابع لمجموعة ابوت في ميتشجن واسحب متجات للشركة بسبب الاشتباه في تسبوبها في وفاة طفلين رضيعين اعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عزمهما على توسيع المناورات العسكرية المشاركة لمواجهة تهديد كوريا الشمالية جاء ذلك في بيان مشارك صدر في ختم قمة بين الرئيسين الامريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون ساك يول بيسول واتفق البلدان على توسيع التعاون بينهما في مجموعة متنوعة من الملفات من بينها الامن السرياني والطاقة النووية والامن الاقليمي وسلاسل الامداد كما تعهد البلدان بتوسيع نطاق تحالفهما لمعالجة قضايا تتجاوز كوريا الشمالية مع بقاء الدولتين منفتحتين على اجراء محادثات مع بيونج يانج واكد عزمهما على توسيع المناورات العسكرية المشاركة لمواجهة تهديد كوريا الشمالية اشاد الرئيس الامريكي جو بايدن بتحالف بلاده مع كوريا الجنوبية وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوكيول في سول اعرب بايدن عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الكورية الجنوبية مشيرا الى ان التعاون بين البلدين يعد امرا حيويا على الصعيد الاستراتيجي في المنطقة انا سعيد جدا بعودتي الى كوريا الجنوبية لا سيما في هذا التوقيت الذي يشهد قوة غير مسبوقة في التحالف بين سول وواشنطن واكد على اهمية هذه الزيارة التي تأتي في توقيت دقيق بالنسبة لقارة اسيا والمحيطين الهندي والهادئ ونحن نتطلع الى تنسيق بين البلدين يؤدي الى تقوية العلاقات الاقتصادية على الرغم من التحديات التاريخية كما نرحب بالاستثمارات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة ونتوجه بالشكر الى كوريا الجنوبية لدعمها الشعب الاوكراني خلال الازمة الحالية اكدت منظمة الصحة العالمية انها تعمل عن كتب مع البلدان التي سجلت حالات صبع بمرض جدري القرد الفيروسي النادر وذكرت المنظمة في بيان ان هناك نحو 80 حالة مؤكدة حتى الان في 11 دولة فضلا عن 50 حالة اخرى قيد التحقيق من جهته قال المدير الاقليمي للمنظمة باوروبا هانس كلوغ ان معظم الحالات المسجلة حتى الان خفيفة في سياق متصل اصدرت الحكومة البريطانية دعوة طريقة لعلماء الفيروسات للمساعدة في تسريع ودعم عمليات الاستجابة لفيروس جدري القرد في ظل بدء تفشيه مع تأكيد 11 اصابة جديدة داخل البلاد وارسلت رئيسة المعامل وعمليات هيئة الامن الصحي البريطانية لويز فوريستر ارسلت رسالة قالت فيها انهم يبحثون عن مستشارين من علماء المايكروبات والفيروسات للانضمام الى الخلية السريرية لجدري القرد واضافت فوريستر ان الفيروس اصبح حادثا قوميا كبيرا يتطلب درجة عالية من الاستجابة مع استمرار تصاعد العدوى سريعا ولذلك يحتاجون اكبر عدد ممكن من المتطوعين اعلنت مقاطعة بيرنب سويسرا انه تم رصد اول حالة اصابة مؤكدة بجدري القرد لشخص من المقاطعة انتقل اليه المرض من الخارج واضاف بيان للمقاطعة ان الشخص المصاب استشار طبيبا بعد اصابته بحمى وطفح جلدي وشعوره بالوهن مضيفا انه تم عزل الشخص في بيته وتم ابلاغ من كانوا على اتصال به ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان موقع لونلي بلانت وضع قائمة جديدة لزيارة سبعة شواطئ مصرية خلال عام 2022 جاء ذلك في الانفو جراف الذي نشره مركز المعلومات بعنوان اكثر سبعة شواطئ مصرية تستحق الزيارة في 2022 واوضح ان تلك الشواطئ هي خليج الماضة بالساحل الشمالي افضل شاطئ لرفاهية المسافرين وشاطئ بلولاجون بدهب وهو مكان مثالي للعودة الى الطبيعة والعالمين بالساحل الشمالي كشاطئ مناسب للاحتفالات في الصيف بجانب خليج نعمة بشارم الشيخ على انه افضل شاطئ للعائلات اعلنت وزارة الصحة والسكان ان متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ خمس اصابات وذلك خلال الاسبوع الماضي يأتي ذلك ضمن اجراءات الترصد والتقس والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ولفتت الوزارة الى ان متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين فيما بلغ متوسط المتعافين اليومي 23 متعافيا في اطار جهود الاجهزة الامنية لمكافحة شتى صور الجريمة ولا سيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على اموال المواطنين فقد وردت معلومات للاجهزة الامنية بقيام احد الاشخاص شهرته زعامة مقيم بقرية كلح الكرنك مركز شرطة ادفو باسوان متهم تنويب الاشراك مع والده مقيم بذات الناحية صاحب النشاط الرئيسي سبق ضبطه باستلام رؤوس الماشية من المواطنين باسلوب الوعدة بقيمة مالية تجاوزت 44 مليون جنيه وعدم التزامه بالسداد للمواطنين في المواعيد المحددة وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهتها اقرى بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار اليها والان الى اخر اخبار المال والاعمال نعم الاخبار الاقتصادية مع مربات المليجي شكرا رغبة شكرا يوسف اهلا بكم مشاهدين مع اخبار المال والاعمال اخبار الاقتصاد اعلنت وزيرة التجارات والصناع عنبين جامع انه يجرى حاليا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي ذلك بهدف منح مزيد من التسيرات امام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية وقد اشرت جامع خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بهدف دفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية موسيقى تفقد وفد برازلي أثناء زيارته لمقر الهيئة العربية للتصنيع معرض منتجات الهيئة في مختلف الصناعات وقد تضمنت الزيارة توقيع مذاكرة التفاهم مع الوفد الذي يضم كبرى الشركات البرازيلية لتوطين التكنولوجيا وعقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل مع الهيئة شراكة جديدة وقوية في مجال التصنيع وتوطين التكنولوجيا بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات البرازيلية الصناعية شراكة جاءت خلال زيارة وفد برازيلي لمقر الهيئة العربية للتصنيع تفقدوا خلالها معرض منتجات الهيئة في مختلف الصناعات كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة بالمنطقة الأفريقية والعربية تناولنا مباحثات ومنقشات ودي لي تاني مرة تم اتفاقي التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وأيضا في مجال بعض الصناعات المدنية وأنا بشكر معالي الوزير وبشكر كل الوفد البرازيلي الموجود معه على التعاون وعلى الانفتاح على التعاون مع دولة مصر ومع الشركات المصرية ومع الهيئة العربية للتصنيع الحقيقة وجدنا كل تعاون وكل صرحاب بالتعاون في كافة المجالات الزيارة تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع الوفد الذي يضم كبرى الشركات البرازيلية لتوطين التكنولوجيا وعقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل مع الهيئة في مجالات التصنيع وتدريب الكوادر البشرية وبحث المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية القومية الكبرى نشهد اليوم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الشركات البرازيلية والهيئة العربية للتصنيع في العديد من المجالات التكنولوجية ودعم القدرات هناك تكامل للمصالح المشتركة والاستقلالية ونتوقع من اليوم هذا الدعم الكبير والاستمرار على هذا النهج من التعاون في كل المجالات سواء في مجال الأجهزة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا وأجهزة الاستشعار والدفاع والذكاء الاصطناعي وبرامج الدفاع زيارة الوفد البرازيلي للهيئة العربية للتصنيع تؤكد على قوة العلاقات بين البلدين وأهمية زيادة الاستثمار في مختلف المجالات خاصة في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة محمود جميل نظمت السفارة المصرية في برلين فعلية بمناسبة مرور أربعة أعوام على تدشين فرع الاتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة للقارة الإفريقية وقد حضر الفعلية مجموعة بارزة من رجال الأعمال الألمان وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأفريقية المعتمدين لدى برلين وأكد السفير المصري لدى ألمانيا خالد جلال عبد الحميد حرصا مصر على خلق مجالات وافق جديدة للتعاون بين ألمانيا والدول الأفريقية لسيما في دوء ما تمتلكه القارة الإفريقية من مقاومات اقتصادية وموارد طبيعية جاذبة للشركات والاستثمارات الأوروبية تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أول أوتوبي سيتم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي وذلك ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة ويأتي تنفيذ البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعية وأضاف محافظ القاهرة أن التعديلات تشمل أيضا أعمال رفع كفاءة الأوتوبيسات داخليا وخارجيا لتليق بالمواطن المصري في ظل مبادرات حياة كريمة بهدف توفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على المنظر الحضري والجمالي للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة حيث ارتفعت أسعار الذهب ليسجل 1845 دولارا العقية أما على صعيد المحلي فقد سجل الذهب عيار 18873 جنيها عيار 21 سجل 1020 جنيها عيار 24 سجل 1162 جنيها أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 8160 جنيها نتحول إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت الأسعار بسبب حضر يعتزم الاتحاد الأوروبي فرده على النفط الروسية وكذلك تخفيف إغلاق كورونا في الصين فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم يوليو بنسبة نصف بالمئة يسجل 112 دولارا و55 سنة للبرميل أيضا خام غرب تكساس الوسيط ارتفع لشهر يونيو بنسبة 9 من 10 بالمئة ليغلق عند 113 دولارا و23 سنة للبرميلة أما المازوت فقد تراجعت أسعاره عالميا بنسبة 1.29 من 100 بالمئة ليسجل 3 دولارات و62 سنة للتر وقد تراجعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.71 بالمئة لتسجل 8 دولارات و8 سنتات لكل مليون وحدة حرارية قالت وزارة النفط العراقية إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في أقليم كردستان وذكر بيان الوزارة أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا ويطالب العراق شركات النفط والغاز العاملة في الأقليم توقيع عقود جديدة مع شركة التسوق الممنوكة للدولة سومو وذلك بدلاً عن حكومة الإقليم نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لرغدا ويوسف إليكم شكراً لك مارفة سادة تقص شديد الحرارة إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق ووجهت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة بعد أن سجلت مدينة خيين بالأندلس 40 درجة مئوية أمس الجمعة محطمة درجات الحرارة المسجلة خلال شهر مايو وقالت وكالة الأرصاد إن متوسط درجات الحرارة في خيين أعلى من المعتاد بنحو 16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام وإلى آخر أخبار الرياضة نعم عودة مرة أخرى إلى ميرفك شكرا رغضة ويوسف وأهلا بكم مشاهدين مجددا مع أخبار الرياضة تقام الآن مباراة النادي الأهلي ونادي إن بيب بستاذ عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وذلك في اللقاء المؤجن من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدور الممتازة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 34 نقطة وطبق له أربع مباريات مؤجلة لهم فيما يحتل إن بي المركز التاسع برصيد 24 نقطة وله مباراة واحدة مؤجلة وفي مباراة أخرى بالدوري تعادل نادي إسترن كامباني واسموحة بالنتيجة 2-2 على ملعب بيترو سكورت في الجولة العشرين من عمر مسابقة سجل اللاعب محمد الصالح في الدقيقة الـ 11 هدف التقدم لإسترن كامباني من ضربة جزاء ثم أضاف أحمد متعب الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والأربعين من زمن اللقاء واسموحة ردة من طريق مروان حمدي في الدقيقة الخامسة وستين ثم أدرك الغيني النيوي سيلا التعادل في الدقيقة السادسة والتسعين من ضربة رأس وبذلك يفشل إسترن كامباني في تحقيق الفوز بالمباراة السابعة على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير وله مباراة مؤجلة مع الأهلي في المقابلة ارتفع رصيده سموحة إلى 34 نقطة في المركز الرابع وعلى ملعب جهاز الرياضة العسكرية بالقاهرة فاز طلاء الجيش على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها سجل هدف اللقاء اللعب النيجيري فيكتري في الضخيفة الـ 71 من زمن المباراة بكل جهاز نتيجة رفع صلائع الجيش رصيده إلى 29 نقطة متقدماً للمركز السابع بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر نهاية أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى ليوسف ورغد إليكم شكراً لكم يا رفاة شيعت جنازة الفنان القدير سمير صبري من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد قبل أن يوارى جسده أثرى بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية كان في استقبال الجثمان في محافظة الإسكندرية عدد من القيادات السياسية والتنفيذية والفنانين والمثقفين بالإضافة إلى لفيف من الفنانين من القاهرة قدموا لوداعه في مسقط رأسه بعد حضورهم جنازة الفنان القدير الذي رحل عن عالمنا تاركاً إرثاً فنياً كبيراً وسيرة إنسانية عطرة بين كل محبيه وزملائه في الوسط الفني هو ساعة ناس كتير وقف جنب ناس كتير وعمل حاجات كتير جداً وربنا يسروا للخير فإن شاء الله نحاول نرد جزء ولو بسيط من اللي هو عمل وإن شاء الله في إذن الله بنا يرحمه ويصبر أهله ويصبر كل فن معجبينه وجمهوره والفنان الحقيقي ما بيموتش وأعماله بتفضل خالدة في قلوبنا وهو كان فنان جميل وملتزم وصديق وأخ وكل ما تتخيل قوله كل الوسط ما فيش حد أستاذ سمير يعني ما كانش واقف معاه وبيوقف مع الناس الفقرة وبيعمل لله كتير بجد والله بيعمل لله كتير كان رحمه وطلع علي يا رب أما الآن فمع أحوال الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى ميرفة المليجي شكراً يوسف ورغدة وأهلاً مجدداً بكم مشاهدين مع أخبار الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وهذه درجات الحرارة متوقعة غداً في بعض المدن والمحافظات ففي القاهرة العظمى 27 والصغرى 17 إسكندرية 25-17 مطروح 24-16 كورسعيد 27-18 إسماعيلية 29-17 سويس العظمى 29 والصغرى 18 العريش 28-17 طابة 28-18 شرم الشيخ 33-22 الغردقة 33-22 الأكثر 34-21 أصوان 35-22 الوادي الجديد 33-22 شلاتين 35-26 وأخيراً حلايب 30-27 والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر الآن مشاهدين أترك حضراتكم مع لقطة اليوم ترجمة نانسي قنقر انتهت أخبرنا وبقيت تذكير بالعنوية خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الرئيس السيسي يواجه بتدليل كافة المعوقات التي تواجه المزارع زيلانيسكي يعتبر أن أي بديل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة تسوية مع روسيا في ختم قمة مشتركة واشنطن وسلطة اعتزمان توسيع المناورات العسكرية بمواجهة تهديد بيونج يانج انتهت نشرة التاسعة ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني سيخير يوسف بزاك يا يوسف بزاك يا رغدة عملا إيه أخباركو إيه؟ كل التوفيين إن شاء الله ببصلي ليه؟ ببصلي بصة ذات معنى ذات مغزة دي بصة الأميس الكروهات البرتقاني اه اكتشفت النهاردة أن أنا ويسف عندنا نفس الأميس طبعا مع اختلاف المقاسات المقاسات آه طبعا مفيش خبس يعني آه أنا بايد ومستطلع إن شاء الله لازم تطلع بي مرة إن شاء الله حبيبي يوسف أشكرك شكرا يا رغدة شكرا ليكم واستعذنكم نبدأ فقراتنا